نروح على الصين ونشوف ردود الأفعال الصينية أيضا بكين تعليقا على الهجوم الإيراني على إسرائيل فبيقولوا ندعو الأطراف المعنية إلى الهدوء وضبط النفس هتجد أنه على ما نشوف التصرحات ونستكملها هتجد أنه حتى الآن الكل يدعو إلى ده عندنا تاني بكين أعربت وزارة الخارجية الصينية عن قلقيها العميق من التصعيد في الشرق الأوسط وبتدعو المجتمع الدولي للاعب دور بناء للتسوية في المنطقة هذا البيان صادر عن الوزارة وزارة الخارجية الصينية وبيكلموا على مسألة القلق العميق من التصعيد الحالي في الشرق الأوسط ودعو تكافة الأطراف المعنية للهدوء وضبط النفس وتجنب المزيد من تصعيد التوتر وهنا بودو لازم أشرح لك يعني إيه الأطراف المعنية الأطراف المعنية هنا لم تصبح فقط هي إسرائيل أو تصبح فقط هي إيران ولكن أي دولة من دول المنطقة من الوارد أو يجوز أو لا يجوز أنه كلها انحيازات تجاه طرف عن الآخر في أنه على الكل أنه يلتزم